أن يشن هجوم وهجوم مضاد بين نواب الثامن من أذار والرابع عشر منه أمر منتظر في الحياة البرلمانية اللبنانية ولكن أن يحاط اللواء جميل السيد بنواب القوات اللبنانية فتلك مفارقة لا تظهر إلا يوم يمس بحقوق العسكريين عند إذن يعلو صوت النواب الضباط ما في جبناني ما بيقرأ ما بيسمع أن الهدر الدولي ما كامنه في كل الأمكان وأقله في المؤسسات العسكرية والأمنية كيف لا وموسى التقشف وصل إلى ذقون نواب اليوم ضباط الأمس في حقوق وضابط مدافع عن الحق عن حق الناس من الأولوي كضابط أنه يدافع عن حقوق العسكريين لأن عسكريتنا بالنهاية كانوا مرؤوسين عننا ونحن وياهم زملة من الخدمة الصورة لم تنى الإعجاب البعض على رأسهم النائب السابق فارس سعيد الذي رأها غير موفقة وعلى الرغم من رد اللواء السيد عليه إلا أن استغرابه مبرر فما يفرق القوات عن حلفاء حزب الله أكثر بكثير مما يجمعهما هل وضع سلاح حزب الله جانبا به هذه المرحلة للمطالبة بحقوق العسكريين؟ وقت تكون عام تعالج موضوع موزني فيه ضرائب وفيه حقوق فهون بالنسبة لإله حتى لو كنت مختلفة حول سلاح المقاومة أو بختلفة حول استراتيجية الدفاعية أو حول موقف من الأحداث بسوريا أو ما إلى آخره ولكن هون في شأن داخلي فيه ضرائب بتلتقي مع فريق يمكن يتناقض معك سياسيا ولكن تلتقي معه بشق الضرائب وبتفترقي مع واحد قريب منك بنفس التوجه هو يبدو الضرائب على الفقراء بده ما بده يدفع الأغنية لأنه هو من الأغنية هي حقوق عسكريين اقتطعت من أول لحظة انتسبوا فيها إلى السلك العسكري وحدت صفوف نواب الأضاد فما فرقته السياسة يجمعه العسكر جوال الحج موسى قناة الجديد